نروح سريعا مع حضراتكم لأخبارنا ودايما بنبدأ الأخبار من النادي الأهلي والحقيقة فريقنا فريق النادي الأهلي بيواصل استعداداته لبداية رحلة البحث عن لقب جديد لقب بعد ما حسم خلاص بطولة الدوري الأهلي عنده مباراة مهمة قدام الترسانة ضمن منافسات الدور الستاشر في مصابقة كاس ماصر بالفعل الجهاز الفني للأهلي أجرى تقسيمة قوية للعيبة صباح اليوم بيستعدوا للمواجهة اللي جاية توماس بينك المخطط الأحمال بالجهاز الفني قاد الفريق لتدريبات بدينية قوية للعيبة كل ده في إطار التحضرات الخاصة بمباراة الترسانة إن شاء الله ريني فايلر المدير الفني اللي لسا ما أعلنش عن القائمة النهائية اللي هتواجه مباراة الترسانة بكرة بعد بكرة عقب طبعا انتهاء الميران الرئيسي بيدخل الفريق معسكر مغلق وبيستعد لي المباراة المقرر لها إن شاء الله يوم الأربع إن شاء الله يوم الأربع كل التفيق لمباراة الترسانة من مباراة الكؤوس وإحنا زي ما متعودين في النادي الأهلي عايزين السلسية دوري إن شاء الله إحنا في دور 16 لكاس مصر وطبعا البطولة الغالية البطولة الأفريقية إن شاء الله في الطريق فالنادي الأهلي بيستعد بجدية لمباراة دور 16 مع الترسانة إن شاء الله يوم الأربع لكن في بعض الغيابات وبعض الإصابات زي ما احنا عارفين إصابات كبيرة جدا كمان أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ غياب وليد سليمان عن مباراة الترسانة وليد احنا عارفين كان بيشتكي عنده ألام كان فيه كدمة فيه الضلوع يعني النهاردة كان اشتكى كمان من ألام عودته الألام مرة تانية في التمرين الصباحي اللي أقيم على ملعب استاد التيتش بالجزيرة قضع اللاعب طبعا من وسط فحص طبي كامل اللي احنا كنا قلنا مبارح في البيت الكبير إن ممكن وليد يكون حيشارك في التدريبات النهاردة على أساس يكون جاهز لمباراة يوم الأربع لكن النهاردة وليد في التدريب الصباحي اشتكى شوية ولسه فيه بعض الألام في الضلوع على فكرة الموضوع بيبقى صعب شوية يعني إصابة غلصة شوية في الضلوع بيتخلي اللعيب أي حركة بيعاني أو بيعاني من ألم شديد جدا وليد طبعا من عناصر قوية جدا في النادي الآلي تأكد غيابه عن مباراة الترسنة في كاس مصر وبيخضع بقى ليه علاج طبيعي وبيخضع ليه برنامج تدريبي على مستوى عالي جدا أكيد إن شاء الله يتشافى من الكاد مدية النهاردة وليد اكتفى بس بشوية تدريبات خفيفة في الجيم أكيد ما شاركش فيه المراني الجماعي لكن الأهم طبعا إن شاء الله تجهيز وليد سليمان للأقوى والمباراة الأصعب إن شاء الله مباراة الوداد إن شاء الله كل التوفيق للعبتنا وطبعا الشفاء العاجل لكل اللعبية النادي الآلي عندنا يعني معلش إصابات كتير لكن كل اللعبة إن شاء الله ترجع بحال أفضل مما كانت إن شاء الله بإذن الله طبعا برضو أحمد الشيخ وأجييه جونيور أجييه كمان عندهم برضو بيخضعوا الفحص الطبي بكرة بسبب إن هم بيشتكوا من الإجهاد يمكن اللعبة كانوا يعني اكتفوا بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم في مران الفريق النهاردة لكن كابتن سيد عبد الحفيز المدير الكرة في النادي بيقول إن ثنائي مش هيشاركوا في التدريبات الجماعية بسبب شكوى الشيخ من الإجهاد العام أجييه بيعاني من إجهاد العضلي فكابتن سيد عبد الحفيز بيقول إن السنائي هيخضع لفحص طبي قبل انطلاق الميران المسائي بكرة إن شاء الله بكرة بالليل علشان يحدد بعد كده إمكانية هل هيلحقوا بمباراة الترسانة ولا لا ده إن شاء الله هيتحدد بكرة بحسب كلام كابتن سيد عبد الحفيز إن شاء الله زي ما بقول الإصابات في النادي الأهل كتيرة وكمان كان في بعض الإصابات بفيروس كورونا كان علي لطفي عارفين يعني باعد عن القائمة الأساسية للنادي الأهلي منذ فترة طويلة النهاردة علي لطفي كمان عمل مسحة الحمد لله المسحة تلعت سلبية علي لطفي بيكتفي النهاردة بالتدريب البدني طبعا بعد التعافي بنقول له حمد الله على السلامة النهاردة تعافي وقال إن شاء الله بإذن الله خلاص النهاردة اكتفى بالتدريب البدني إن شاء الله في الجيم وبعد كده أعتقد أن علي لطفي هيبدأ بقى تجهيزه البدني كمان إحنا عارفين لما اللعيب بيبعد شوية وكان فيه عزل العلي لطفي طبعا بعد عن التدريبات البدنية عمل مسحتين الحمد لله المسحتين كانوا سلبية النهاردة بيبدأ تمارينه الخفيفة في الجيم الجاري حولين الملعب شوية بعد كده تدريجيا دخوله للقايمة إن شاء الله إحنا عارفين يعني حراس المرمى ما شاء الله عندنا يعني نمسك الخشب شناوي عمل عامل مباريات ولا أعظم لكن طبعا كمان لازم يكون مش هقول البديل لكن ليكون الحارس تاني على نفس المستوى كلنا ثقة في علي لطفي كلنا ثقة في مصطفى شبير حتى حمزة اللعب موليد ألفين الموجود مع الفريق برضو خامة جيدة جدا فعايز أقول الحمد لله على السلام على علي لطفي وإن شاء الله دايما حراسة النادي الأهلي دايما على مر الأصور بقوة وثبات وهي دايما بتكون الحارس للنادي الأهلي ومنتقب مصري أهم حاجة طبعا ربنا يكمل شفاء على خير وكنا من الممكن بنتكلم من بارح أن وجود واحد بخبرات علي مهمة جدا حتى على دكة الفريق فربنا يكمل شفاء على خير طبعا زي ما احنا كلنا عارفين أن في شغلة دلوقتي بيتم على قدم نوساق بحثا عن تحقيق لقب جديد بعد ما فوزنا ببطولة الدوري زي ما قلنا في البداية سواء انت حققت النهاردة لقب دوري أبطال ودي البطولة الأهم أكيد أو تحقيق لقب كاس مصر مع خود مباراة دور 16 قدام الترسانة كعادة الأهلي بنركز في كل مباراة وهو ده اللي شدد النهاردة عليه فيلر يمكن حتى النهاردة كمان كان بيطالب اللعيبة أن هي تركز في مباراة الترسانة لأنه بطولة كاس مصر دي مهمة جدا ولأنه حصد اللقب ده مهم برضو علشان تكمل الثلاثية زي ما بنقول تعالوا إحنا طبعا جبنا ربع الأولاني التلت الأولاني الدوري الدوري إن شاء الله بطولة الكاس إن شاء الله بطولة أفراق يتم على خير يا ربا إن شاء الله المهم أن نشوف التقرير ده الأهلي بيواجه الترسانة بحثا عن استكمال المشوار والبحث عن اللقب التاني ترجمة نانسي قنقر